موسيقى 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 اليوم أكثر من المسلمين وعليه فيجب علينا جميعا أن نصدق بهذا القرآن وأن نعمل بهذا القرآن وأن ندعو إلى هذا القرآن ثم بعد ذلك تتحدث السورة في مقطعها الآخر عن ما يسمى بخلجات الأنفس يذل الله يؤكرنا الله عز وجل بذلك فيقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بعد أن تحدثت بالقسم العظيم في بدايتها على بحثة محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قوف والقرآن المجيد بل عجب وأن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون يا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض والأرض مددناها والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج كبصيرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك ونزلنا ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونخل باسقوة لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد واحيينا بلدة ميتا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وذمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجهت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجهت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير مناع للخير لمؤتد مريب الذي جعل مع الله إلهنا أخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما نبو الله من للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلت وتقول هل من مزيد يوم يقول لجهنم هل امتلت وتقول هل من مزيد يوم يقول لجهنم هل امتلت وتقول هل من مزيد وازلفت الجنة للمتقين وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشعون فيها ولدينا مزيد أسأل الله عز وجل أن يشعرني وأن يشعلكم من الجنة وأن يجيرنا جميعا من النار أن يجير جميع المسلمين من النار إنه هو السميع العليم آمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على الرحمة المهدات للعالمين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إن اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه السورة نابع من عقيدته التي لا تتغير ولا تزعزع بأن هذا القرآن هو سر نجاة من نجا إن هذه السورة تخاطبك أيها الفرض المسلم تخاطبك حين أصبحت مسلما تبت إلى الله تخاطبك كفرد لك مسؤولية ستسأل عنها يوم القيامة تذكرك أن الله مطلع على ما يدور بخلدك تذكرك أن الله يسمع كلامك أن الله يعلم ما في نفسك ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه من هناية التغيير يتغير الفرض المسلم تتنظف مشاعره وأحاسيسه تجاه المسلمين فلا يأكل الحرام ولو كان حاكما قادرا على أكل الحرام قادرا على أن يأكل أموال الدولة ولو كان ملك قادرا يأكل أموال دولته يعلم أن الله يراه أن ما يحاك وراء الكواريس لا يخفى على من يعلم خائنة لعين ما تخفى الصدور إذا كان أباً لأسرة يعلم أن الله يعلم ما يدور في خلده فلا يظلم هذه الأسرة إذا كان تاجراً ووجد ربحاً مادياً يخاف من رب الأرض والسماوات فلا يتعامل بالربا إذا كان موظفاً في الدولة يخاف أن يسأله الله عن وظيفته تلك هل خدمت من خلالها أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أم جعلتها وسيلة لأخذ المال العام وإهانة للمسلمين وتهاوناً بأوقاتهم التي اشتروها منك فإنا لله وإنا إليها راجعون والله الذي لا إله غيره لو طبقنا ما جاء في هذه السورة لكنا من الفائزين نعم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وليالك موسى يقول لرب العالمين تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إخواني إن استشعار المؤمن إن استشعار المؤمن باطلاع الله وسماع الله له يجعله نظيفاً عفيفاً شريفاً لا يأكل الحرام ولا يفعل الحرام وما تكون في الشأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إخواني إن الله يمهل ولا يهمل لا تظلمن أحداً إذا كنت حاكماً أو محكوماً لأن الله لا يغفل عن الظالمين حقاني أحدهما لا يغفر والآخر لا يترك حق الله لا يغفر وهو التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات على الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا في المشيئة حق لا يغفر وهو الشرك وحق لا يترك وهو حقوق العباد وحق في المشيئة وهو معصيتك لله عز وجل حق لا يترك وهو الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمون ولا تحسبن الله غافلاً عن ما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم إنما يوخرهم ليوم إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه لبصار مطعين مطعين مقنعي روسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواء اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فضل مترجع وقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنمي فلتق الله عز وجل فيما بيننا ولا نظلم أحداً ولا نمنع أحداً حقه نعم لأن الله يعلم ما توسوس به الأنفس ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لا إله إلا الله إنها سعة علم الله إنه علم لا علم الله الذي يطارد هذه النفس البشرية ثم تعرضت السورة لست صفات من صفات أهل النار نذكرها بعجالة هذه الصفات هي القيا في جهنم كل كفار والكفار هنا ليس معنى كافر هو جحاد لنعم الله كفار عنيد متكبر مناع للخير لا يترك الخير يصل إلى غيره من الناس مناع للخير معتد يعتدي على حقوق الناس وأعراض الناس مريب يشك فيه البعث الكفر الأكبر الذي جعل مع الله إله آخر فالقياه بالعذاب الشديد تعرضت لخمس صفات من صفات أهل الجنة جعلاً لله وإياكم والدنا والمسلمين من أهل الجنة وأزرفت الجنة للمتقين تقوى الله سبب نجاة من نجاة اتقوا الشرك واتقوا الكبر واتقوا الظلم واتقوا الزنا واتقوا الربا اتقوا الكبائر المهلكات الموبقات المجربات النار وأزرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تُعَدون لكل أواب أواب رجاع تواب إلى الله لكل أواب حفيظ يحفظ أوامر الله يحفظ الله يحفظك كل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب الله أكبر لا يعصي إلا في حضور الناس ولا في غيبته عن الناس يخاف من الله حيثما كان اتقوا لها حيثما كنت هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره اتقوا لها حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن كل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب القلب المنيب ما هو يوم لا ينفع مال ولا بنون لا إلا منت الله بقلب سليم سليم من الشرك سليم من الحقد سليم من الكبر مليء بمحبة الله والأنس بالله والشوق إلى رقاء الله أسأل الله الذي رفع السماء بلا عمد أن يرزقني وأن يرزقكم قلوبا سليما أن يرزقني قلبا سليما وأن يرزق جميع المسلمين قلوبا سليما اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا قلوبا سليما إخواني إن الله أمركم بأمر امتدا فيه بنفسه وذنى بملائكته وذلث بكم فقال يا أيها الذين قال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزدوا وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته كما بارك تعالى إبراهيم أنك حميد المجيد اللهم أنت أول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فقط شيء وأنت الباطن فلزدونك شأن أسلك قدرتك على كل شيء تغفر لنا كل شيء اللهم أغفر للحاضين والمستمعين والمستمعات يا رب الأرض والسماوات اللهم لا تذع لنا في هذا الوقت المبارك في هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ظالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيت ولا جاهلا إلا علمته ولا عدوا إلا كبته وخذلته اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها ما وطن وسائر بلاد المسلمين اللهم أحفظ إمتنا ولا تأمرنا اللهم أصلح إمتنا ولا تأمرنا اللهم أولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا اللهم اجعل ولاتنا فيمن يخشاك ويتقك ويأمروا المعروفة يناعي المنكر آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعها بالنار اللهم اغفر لنا جميعا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ورياتنا اللهم امرأ أبداننا بالعافية وقلوبنا بالإيمان وجوارحنا بالطاعة وإيدينا من فضلك وصل اللهم وسلم على محمد ومعالي وصحبي عباد الله إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبعي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزيدكم يغفر الله لي ولكم شكرا